عند دراستكم للعلوم، تلاحظون أننا عادة نصف الكثير من الأشياء بأنها ذات حجم صغير جداً. لذا، نستخدم مصطلحات مثل المقياس الذري أو الجزيئي ونصف حجم البروتينات أو الخلايا بأنها صغيرة جداً جداً. لكن في هذا الفيديو، ستتعلمون أنه يوجد فرق كبير بين أحجام كل ما ذكرته سابقاً، وسترون مدى تعقيد الخلية وآلية عملها. وكيف تكون كائناً حياً أو جزءاً من الكائن الحي؟ هذا رسم مبسط لجزيئ الماء. هذه ذرة أكسوجين باللون البنفسجي، ترتبط بها ذرتان من الهايدروجين، وعرض هذا الجزيئ هو تقريباً 0.275 نانومتر. تذكروا أن النانومتر هو جزء من مليار جزء من المتر، أو جزء من مليون جزء من المليمتر، وهذه أرقام صغيرة جداً يصعب تخيلها. إذن 0.275 نانومتر هو قطر، أو عرض جزء الماء. انتقلوا إلى مستوى القياس التالي. هذا الشكل هنا هو جزء الهيموغلوبين، وهو بروتين. عرض الهيموغلوبين يساوي 5 نانومتر تقريباً، أو 5 مليارات جزء من المتر. قد يبدو لكم هذا الرقم صغيراً جداً، لكنه في الحقيقة أكبر بكثير من جزء الماء. إذا قارنتم جزء الماء بالهيموغلوبين على هذا المقياس، يبدو الماء بهذا الحجم تقريباً. يتغير الحجم والتعقيد كثيراً عندما تنتقلون من جزء مثل جزء الماء إلى بروتين. تعلمتم في دروس سابقة كثيرة عن بنية البروتين، والأشكال التي يتواجد فيها، وما يقوم به من وظائف معقدة داخل الأنظمة الحيوية. انتقلوا إلى المقياس التالي، وهو الفيروسات. هذا الفيروس أمامكم هو فيروس نقص المناع البشري HIV، ويعد أحد الفيروسات الكبيرة. الطول التقريبي لقطره هو 120 نانومتر. إذا رسمتم جزء الهيموغلوبين على نفس مقياس رسم هذا الفيروس، يظهر بهذا الحجم. ولن تتمكنوا من رؤية جزء الماء على هذا المقياس أبداً. ولكن هذا المقياس لا يزال صغيراً جداً، فهو 120 جزء من المليار من المتر. إذن لا يزال هذا المقياس صغيراً جداً لدرجة لا يمكن تصورها. انتقلوا إلى المقياس التالي. هذه خلية T. وفي هذه الصورة، جميع الخلايا الزرقاء هي خلايا T. وما ترونه باللون الأصفر هو فيروس نقص المناع البشري HIV، الذي يستغل آليات خلايا T ليتكاثر، وهذا ما يجعله فيروساً خطيراً. لاحظوا صغر حجم فيروس HIV مقارنة بخلايا T. فكل واحدة من هذه الخلايا الصفراء الصغيرة هي فيروس HIV، الذي يعد أكبر بكثير من جزء مثل بروتين الهيموغلوبين، الذي يمكن أن يبدو على مقياس الرسم هذا بحجم بكسل واحد. ولديكم هنا على مقياس رسم مشابه لخلية T، خلايا الدم الحمراء. هذه الصورة هي مقارنة بين الخليتين جنباً إلى جنب باستخدام مجهر إلكتروني. خلية الدم الحمراء على الجهة اليسرى، وخلية T على الجهة اليمنى. لاحظوا أن الخليتين لهما نفس الحجم تقريباً. عرض خلايا الدم الحمراء يتراوح بين 6 إلى 8 مايكرومتر، أي 6 إلى 8 أجزاء من مليون جزء من المتر. إذا أردتم حساب المتوسط لعرض خلايا الدم الحمراء، فهو يساوي 7 على مليون من المتر. هنا كنا نتحدث عن 1 على مليون من المليمتر، أما هنا 7 على مليون من المتر. وقد قارنتم حجم فيروس HIV مع حجم هذه الخلية، لكن بالنسبة لخلايا الدم الحمراء، فكل خلية منها تحتوي تقريباً على 280 مليون جزء هيموغلوبين. لذلك سيكون في داخل كل خلية 280 مليون خلية من خلايا الهيموغلوبين. تصنف الخلايا على أنها أشياء صغيرة جداً، لا يمكن تصورها، لكنها في الواقع أكبر بكثير من مكونات أخرى مثل البروتينات، خاصة عندما تنظرون إلى المستوى الجزئي أو المستوى الذري للأجسام. ولكي تتصوروا المقياس المستخدم في درسنا بشكل أفضل، لو رسمتم عرض شعرة من شعر الإنسان على هذه الشاشة على مقياس الرسم الذي استخدمناه في حالة خلايا الدم الحمراء، سيكون عرض الشعرة كعرض شاشة الفيديو كاملة، أي من هنا إلى هنا تقريباً. أما عرض شعر الإنسان على مقياس رسم أي من الصور على الجهة اليسرى، فسيكون أكبر بكثير. إذا وضعتم شعرة من شعركم على ورقة، ستجدون صعوبة في تمييز عرضها، لكن ذلك العرض صغير جداً بالمقارنة مع خلايا الدم الحمراء هذه، يكون في الواقع مساوياً لعرض الشاشة هنا. وهكذا نكون وصلنا إلى نهاية درسنا عن مقياس الخلية، وغيرها من المكونات الصغيرة جداً. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر